يسعد وقتكم و اهلا وسهلا فيكم انا اموندر و اليوم رح نعمل مع بعض كرات البطاطا بالشاور ما بطريقة كتير حلوة انا بكتب المقادير تحت الفيديو كمان بحكيها و انا عم اشتغل عندي هون حبتين من البطاطا اللي بدي اهرسهم بس انا مجهزة خمس حبات يعني بس بدي اهرسهم اول باول يعني لحتى تصير عندي نعمة اول شي لازم تكونوا البطاطا سخنة و كمان لازم حطهم يعني ما حطهم كلهم و بلش فيهم هرس بحط واحدة ورد تانية هيك بيطلعوا عنا كتير نعمين كمان مجهزة عندي هون معلقتين تقريبا من الزبدة و بيصير سمنة بدي احطهم قطعتهم هيك قطعة صغيرة حتى على حرارة البطاطا كمان لاقيهم دابوا يعني وبهرسهم كلهم سوا وبصير هلا بخلص كامل كمية بصير بحط بطاة كل حبة لحالة يعني وبهرسها هيك بصيروا معي نعمين وبينهرسوا اسرع من بعد ما هرستهم كلهم رح ضيف عليهم معلقة صغيرة من الفلفل او ممكن السبع بهارات يعني الاثنين بصير حطيت كمان اربع معالق من الملح و تقريبا هاي الكاسة يعني كاسة الشاي الصغيرة او فنجال القهوة ممكن من الحليب و عندي جبنة اي نوع جبنة موجودة عندكم فيكون تستخدموها يعني وبخلطهم كلهم هيك مع بعض لحتى يتجانسوا و من بعد ما خلطهم هيك هلا بدي اتركها هي لحتى تبرد لانه هلا هي صخنة ما هتتكور معي لنجه هز الفروج هون بدي قطع الدجاج بها الشكل هدا يعني اصابع طويلة واللي بلاقيها شوي تكون طويلة ممكن قصة بالنصي يعني لحتى تكون رقياء و اذا كان مجامد عندكم الفروج بيكون افضل للتقطيع من بعد ما قطعتهم كلهم هيك هذول هي صدريت قريبا من الدجاج رح حط عليهم معلقتين من اللبان اللبان الزبادي يعني هاد و بدي حط معلقة من الدبس البندورة يعني معجون الطماطا و بدي حط كمان برش الليمون هذا يعني فيكن تحطوه او لا يعني حسب ما بتكون انتو و بدي ضيف نفس الليمون اللي انا برشته بدي حط كمان عصرته وحطيته كمان فوقهم هاي بهارات الشاور حط معلقة صغيرة واللي ما عنده ممكن حط سبع بهارات و حطيت معلقة من الكزبرة كمان و بخلط الكل مع بعض يعني ما عنده بهارات شاور ممكن يحط سبع بهارات رح ضيف كمان نص الكاسة هاي الصغيرة زيت زيتون و ممكن تحطوه زيت نباتي كمان بيصير يعني حسب المتوفرة عندكم ممكن زيت نباتي او زيت الزيتون بيصير و بخلطون و بتركون تقريبا شي نص ساعة لحتى يتبلوا مع بعضون هلأ هون حطيت بصل صغيرة و حطيت عليه شوية ملح و دبلتها بشوي زيت ما كتر الزيت لانه شفتوا نحنا حطينا زيت كمان للجاش هلأ حطيت الفروج لحتى بعد ما تركته نص ساعة لحتى يتدبل اعطى هلأ ما يبعد نص ساعة تقريبا صار هيك بهالشكل هادا طبعا انا ما حطيت ملح وقتها للفروج لحتى يستوي معنى اسرع هلأ بضيف ملح كمان راح حط لي هيك معلقة صغيرة من الملح او حسب يعني انتو اللي بتشوفوه يعني مناسب بتدوقوا طبعا بكل الوقت هلأ من بعد ما نشفت الماء عشاء ورماء او عدد جاج شايفين كيف معد فيه نهائيا هلأ تحمست منيح عندي وتقلت تماما يعني والريح بتاخد العائلة كتير كتير طيبة انا مجهزة عندي هون حبتين من الفليفلة بس ملونين يعني اخذن نص نص من كل وحدة وهذا اختياري فيكن تحطوه اولا يعني بس هو بيعطي طعمة كتير طيبة لأكلتنا اليوم قلبتون هيك لحتى دبلت عندي الفليفلة وخلص هيك صارت جاهزة عنا الشاور هلأ بدي حتها بالصينية اللي بتدخلها انا على الفرن رح نزلهم هيك وصفهم بأرض الصينية يعني بدي يجيب شوي جبني هذا اختياري يعني فيكن تحطوه اولا رح رش هيك شوي صغير يعني ما كترت وبطاطا عندي بردت انا شوي هلأ فيني يتكورها اللي مثلا بتلاقوها مثلا ممكن تكون مثلا ما كتير صارت عندكن يعني بردت وتتماسكت ممكن تضيفو له شوي بقصومات او فتات الخبز يعني او فتات الكعك واللي كمان ما بيحب يعملها كورات ممكن يمدها مد يعني هيك مد كامل كمية فوق الصينية كمان بيصير هلأ انا رح كور الكل حطن هيك بهالشكل هذا حتى نجهز كمان الصص اللي نحطه فوقها قبل ما ندخلها للفرن شايفين كم بعض طرية عندي يعني لو تاركتها كمان شوي يعني ممكن تعمله الخطوة انه البطاطا تجهزوه من قبل بيون بالبرات رح تلاقوها بردت هيك وتماسكت اكتر هلأ من بعد ما ساويتون هدول هيك مجاهزة عندي هون كاستين من الحليب ورح حط عليهم كاسة من الكريمة اللي ما عنده كريمة ممكن يحط له ثلاث كاسات حليب ويحط معلقتين نشأ او معلقتين طحين ويخلطون على البارد يلي بده هيك او هيك يعني حزب المتوفر رح حط هاي معلقة من الجبنة الكريمي هاي وهي اختياري كمان بس هو كله هدا بيعزز الطعم بيعطيها طعم اقوى يعني اللي ما عنده ممكن يحط طعتين من اي جبنة اه كري او شي رح حط كمان معلقة من الملح وهي شواء هيك صغيرة بس من الفلفل الاسود وبخلطون بدي اخدون ارفعون عن النار شوي يعني هو ما بدهم يغلو مشرط يغلو لحط بس لحتى تدوب الجبنة اللي بدي يحط نشأ او طحين يستنى عليها لحتى تغلي لازم تغلي يعني لحتى تخطيف طعمة النشأ والطحين قمان بدي رشي شوي قبل ما حط هدا السوس بدي يحط شوي كمان هيك بسيطة يعني ما كتير يعني هو بس هيك بيعزز الطعم وطبعا هي الكمية اللي شفتوا انتو عندي اللي انا عملتها من البطاطا وحتى من الدجاج عملت لي كمية اكبر يعني مو بس هاي الصينية اللي ان عملتها عملت هاي الصينية كمان الاصغر يعني في كل انتو تحزب ما بتكون حزب حجب البطاطا اللي انتو عاملينا رح نزل هلا هذا الحليب اللي عملته هيك حطه اغمره اه ودخله على الفرن بدي حطه على درجة حرارة مية وتمانين اه بيشعل عليها يعني هلأ الفرن ما بيشعل سوا من فوق ومن تحت ممكن يشعل بالبداية من تحت وبعدين من فوق او ممكن تشعله من تحت وفوق سوا يعني لحتى تتحمر وتسيح الجبن هيك وتتماسك شوي طلعت من الفرن فيكن تحطوا عليها مثلا كمان بقدونس او فيكن تحطوا مثلا بصل اخضر تفرمو وتحطوا انا حطت شوي هيك من البقدونس بيعطيها منظر وكمان طعمة لطيفة يعني وقت الاكل طبعا هاي نحنا بناكلها مثلا سخنة بس ازا بردت راح تلاقوها تماسكت شوي وصارت افضل شايفين هاي الصينية التانية كمان اللي عملتها ما بتاخد وقت هي كتير بالفرن يعني بدي تكون الحرارة يعني ازا 180 يعني وخلوه بالرف الوسط يعني بتاخد معكن تقريبا شي ربع ساعة او اكتر شوي حسب فرنكن هلا انا قمت بدي ارجيكم بس كيف هلا بعدها طبعا سخنة اه الريحة بتاخد العقل القوام بعده هلا اطاري كتير الجبنة بتكون سايحة والفروج طبعا مستوي وكتير كتير طيب اه الفلفلة بتعطيها نكها كتير حلوة الطبق كتير مميز يعني وخرج العزايم و بس جربته راح يعجبكم كتير شايفين الفلفلة كيف وهيك طبعا الجبنة بتغنية كمان وبيعطيها طعم كتير طيبة بتمنى اكون عجبكم شغلي لليوم ازا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتافعوني على القناتي قناة مطبخنا السوري وقناتي الله نتحلى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة